موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة نطالع وإياكم كالمعتاد أهم ما تقوله الصحف العربية والمواقع الأخبارية من عنوين ونبدأ البداية من محافظة مأرب حيث قال قائد الفرق الهندسية لنزع الألغام في مدينة مأرب محمد الخزيف وفق موقع مصدر أونلاين إنهم جمعوا أحد عشر ألف قطعة حربية ما بين ألغام مقذوفات مخلفات حرب بما يعادل مئة وعشرين طن أضاف الخزيف إن الفرق الهندسية نزعت تلك القطع الحربية من واحد وأربعين نقطة من حقول الألغام وبمساحة واحد وعشرين كيلو متر عقب تحرير مدينة مأرب والمدريات المحيطة بها وقد أصفرت الألغام عن مقتل العشرات من المدنيين فيما أودت بحياة أسر في مدرية حريب خصوصا تلك التي زرعت في المنازل وقال وكيل محافظة مأرب عبدرب مفتاح قال إن الألغام أودت بحياة خمسة وثلاثين مدنيا داعيا لوضع خطة توعوية شاملة بكيفية التعامل مع مخلفات الحرب وقال إن عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب بحاجة إلى أجهزة حديثة ومتطورة لمسح المناطق قالت مراسلة يمن مونيتا أنه أثناء تنقلها بين ثلاث مدن تضم نازحين وجدت أن حياة النازحين لا تختلف عن بعضها سواء كانوا يعيشون في مخيمات أو يستأجرون محلات صغيرة فمخيم السلام في إب الذي يضم سبعين غرفة يؤوي اثنين وثمانين أسرة ويضم نازحين من تعز عدن الضالع صعدة صنعاء وحجة وأن جميع النازحين في المحافظة الثلاث إب عمران وصنعاء قالوا بأنهم يحلمون بالعودة إلى مدنهم وقراهم ومنازلهم لممارسة حياتهم الطبيعية تقول إحدى النازحات للموقع إن أكثر ما يزعجها مع أسرتها أنها حين تفكر بالعودة تسأل إلى أين سنعود فقد خسرنا بيتنا وأثاثنا تمت سرقته عمر السعيدي كتب عن المدن التي حرم منها اليمنيون بفعل وجود ميليشيا الحوثي فيها وبمحاصرتها مركزا على مدينة تعز محرمون من أمهاتنا وبيوتنا بسبب حرب الحوثي ومطاردته لكلماتنا وأصواتنا كنا في صنعاء نجوع ونحتاج ونتعب لكن أيضا كنا نشعر بحنانها علينا ولطفها بنا ولقد أخرجونا منها مرغمين تركناها لنحافظ على أرواحنا وقلوب أمهاتنا حتى لا يفجعن بنا مخطوفين أو قتلى تحت التعذيب كما حدث ويحدث لزملاء وأصدقاء من رفاق الكلمة لا توجد مدينة أخرى في اليمن قد تقوم بدور صنعاء تحتضن قلوبنا المتعبة وتمسد على أحلامنا بحنية الأم غير تعز تعز وحدها كانت ستؤوي تشردنا تفتح لنا أبوابها تطعمنا وتسقينا تضحك لنا عندما تكس وجوهنا مسحة حزن وتغطي على صدورنا المكشوفة بدفئ أهلها الطيبين ولأنها كذلك ولأن أولاد الحرب يدركون أهميات تعز بالنسبة لنا ولليمن فقد أمعنوا في إحراقها وتدميرها أثخنوها حد الوجع وأبعد سوف تنتصر تعز وسنعود إليها لا كنازحين يجافيهم الأهالي بل كأبناء مقهورين وجدوا أم بديلة تستقبلهم بالأحضان تعز التي تقاتل من أجل شرفها وشرف الجمهورية اليمنية سوف تنتصر لشرف البيوت التي استباحها الطارئون وأباحها أهلها المستلبون عقب تسلمه مهامه الجديدة كمدير لأمن محافظة لحج أعلن العقيد صالح السيد وفق موقع الصهري جنيوز عن مفاجأة قال في قبضتنا 300 عنصر من الإرهابيين مؤكدا أن لحج مطهرة من الإرهابيين كليا وبنسبة 95% وسط استتباب واستقرار أمني غير مسبوق وأوضح مدير أمن لحج أن تفعيل أقسام الشرطة وإدارات البحث الجنائي والنيابات والمحاكم وحل مشاكل المواطنين هي من أبرز أولوياته خلال الفترة الحالية رغم أن جميع البنى التحتية في المحافظة بما فيها الأمنية مدمرة بالكامل ونقل ولفت أيضا العقيد صالح السيد بأن قواته تفرض كامل سيطرتها على الحج وتمارس مهامها من عاصمة محافظة الحطة كشفت شبكة الراصدين المحليين في تاعز وفق موقع الاشتراك نت أن 794 امرأة تعرضن لعمليات قتل أو جرح في المحافظة منذ مطلع العام الجاري 2016 وأكدت الشبكة مقتل 105 امرأة مع جرح 689 أخريات جراء القصف العشوائي الذي شنته ميليشيات صالح والحوثي منذ يناير وحتى نوفمبر عام 2016 كما تم تسجيل مقتل 9 نساء وجرح 20 أخريات جراء ضربات طيران التحالف العربي قال التقرير قال إن النساء في تاعز تعرضن لانتهاكات حقوق الإنسان بكافة أنواعها وأنه تم القضاء على كل مفردات حقوق الإنسان التي يتغنى بها العالم والمجتمع الدولي ويتبجح بها نظام حق 36 سنة يتابع الموقع بل حتى الاعتراف عفوا بل حتى الأعراف والعادات العربية والإسلامية المرتبطة بكرامة المرأة واحترامها غابت كليا ولن تظهر إلا وحشية الحرب والغابة لقاء كيري بالحوثيين كحركة مسلحة متمردة انقلبت على سلطة توافقية منتخبة هو بالتأكيد من السوابق النادرة في عمل الدبلوماسية الأمريكية في الوقت الذي لم يكلف نفسه حتى بع عقد لقاء ولو من باب المجاملة والتوازن مع الرئيس هادي أو ممثل عن حكومته وهو ما عزز انحياز خريطاته في مجملها باتجاه الانقلاب هذا ما قاله مستشار الرئيس رئيس الجمهورية نصر طه مصطفى في مقالته المنشورة في صحيفة الحياة مضيفا في أجزاء منها يدرك جون كيري ورئيسه الضعيف أن الرئيس المنتخب ترامب لا يكن أي ود لإيران حتى وإن كان أيضا لا يكن ودا كبيرا لدول الخليج أيضا لكن كيري يدرك كذلك أن ترامب لن يرحب بتمدد النفوذ الإيراني إلى جنوب الجزيرة العربية وأن أقصى ما سيقبله هو التعاون مع إيران في العراق وسوريا في الحرب ضد داعش وليس أكثر من ذلك ولذا فهو يعتقد بأن الفترة المتباقية من عهد أوباما هي الفرصة الأفضل لفرض حل في اليمن يحفظ مصالح إيران ويثبت أقدامها في ظل الإحسان مستمر للقوة العسكرية الميدانية للحوثيين وتراجع سيطرتهم على الأرض في شكل مطرد لمصلحة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لذا سرع في إحطاء الحوثيين ما يريدونه وهو إبعاد الرئيس هادي ونائبه وأخذ منهم بالمقابل التزاما مهينا بخريطته التي ثبق لهم أن أبدو احتراضات كبيرة عليها لكن كيريب المقابل تعامل بخفة غريبة لتليق بموقعه الرفيع مع الحكومة اليمنية الشرعية نتيجة لهفته وتسرعه من دون أن يدرك أنها تسيطر على ثمانين في المئة من الأرض اليمنية وأنها حاليا في أفضل حالات تماسكها وأنها مدعومة بإرادة شعبية حقيقية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة المسلوبة وفي حال كهذه لا تنجح محاولة فرض الحلول القسرية المفخخة مهما كانت انتهاكات اعتداءات ميليشيا الحوثي لن تتوقف ولن تحدها محافظة بعينها أو فئة بذاتها فوفقا لموقع مشاهد نيوز فإن التجار بضمار يشكون تزايد جباية الحوثيين يقول المشاهد تزايدت طرق الجباية للحصول على المال والتي تمارس من قبل جماعة الحوثي في محافظة ذمار على مالك المحلات التجارية يتابع الموقع يحاول مسلح الجماعة الضغط على مالك المحلات من أجل فرض مبالغ معينة وفق تسميات مختلفة كلها تتيح للقيادات الحوثية سلطة جمع المال ما خلق حالة من التضمر والاستياء من تلك الممارسات عند الكثير من التجار ومالك المحلات أكدت مصادر المشاهد أكدت تزايد أنشطة الجباية وفرض الإتوات خلال الفترة الحالية وقالت المصادر للمشاهد قيام أفراد ينتمون إلى جماعة الحوثي في أقسام الشرطة والبلدية والنظافة والضرائب بعمليات نزول إلى المحلات لجمع المال ويتذرع أفراد الجماعة بأن تلك الأموال التي يحصلون عليها هي مستحقات متأخرة للدولة موقع الموقع بوست صلت الضوء على آخر اجتماع لسلطة المحلية في أرخبيل سقطرة وعلق الموقع اجتماع السلطة المحلية بسقطرة يقر منع بيع الأراضي لملاك أجانب أكدت السلطة المحلية في سقطرة على أهمية تفعيل الإجراءات القانونية بشأن منع الاعتداءات المتكررة على سواحل المحافظة باعتبارها متنفسات عامة تجرمها قوانين الدولة محافظ سقطرة سالم السقطري أكد على ضرورة التزام المكاتب التنفيذية المختصة ومكاتب التوثيق بعدم صرف الترخيص والتوثيق للأراضي الساحلية وكذا الأراضي خارج المدن بمساحة كبيرة حفاظا على مستقبل الأرخبيل قال السقطري إن السلطة المحلية في المحافظة ستعمل على مراقبة أداء مكاتبها ومكاتب التوثيق للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات المتفق عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين وغير الملتزمين بقرارات الدولة وأشار إلى ضرورة المتابعة لإزالة العشوائيات ولمنع تكرارها للحفاظ على مخططات المدن وجمالها الطبيعي احتجزت قوات الأمن الصومالية ستة وخمسين يمنيا كانوا متجهين من محافظة عدن إلى ميناء بربرا الصومالي ومنه إلى جيبوتي وبقية دول العالم وقال أحد المسافرين لموقع المشهد اليمني إنه تم إيقاف المركب الذي يقل ستة وخمسين يمنيا في المياه من قبل خفر السواحل الصومالي لثلاث أيام متواصلة بحجة الاعتداء على المياه الإقليمية وتم احتجازهم في حوش منظمة شؤون اللاجئين وهناك يجدون أنفسهم معزولين عن العالم بعض الصور الواردة في موقع المشهد اليمني تظهر حجم معاناة الانتظار والانكسار نتابع سويا نتابع سويا وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية فاصل ومن ثمن واصل قوم معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة إلى العربي الجديد طلعت عن الشأن اليمني وقالت في أحد عنوينها سماسرة الحوثيين يجندون الأطفال للقتال مقابل مردود مالي كشفت مصادر أمنية للعربي الجديد أن صفقات جلب المجندين تدار من قبل سماسرة يتواصلون مع مشرفي جماعة الحوثي في جبهات القتال حيث تدفع الجماعة مئة ألف ريال يمني مقابل كل مجند يتم جلبه ويتم اقتسام الأتاوى بين السمصار والمشرف الحوثي في جبهة القتال وقال عبدالله نور الدين وهو أحد أفراد الأمن العام في صنعاء إن السماسرة لديهم قدرات غير عادية في إقناع المراهقين بالذهاب إلى مناطق القتال دون إخبار أهليهم إذ يتم إقناع المراهق أنه في مهمة دينية ووطنية وسيكون له شأن ويتم إغراءه بتسليمه بندقية كلاشينكوف وقال نور الدين للعربي الجديد خلال الشهرين الأخيرين قال اختفى عشرات الشباب من حارة واحدة في صنعاء تركوا هواتفهم ورسالة وصية لأهلهم وقالوا إنهم ذهبوا للجهاد أما الصحيفة الخليج الإماراتية فقالت إن الرئيس اليمني هادي ألغى قرارا جمهوريا سابقا أصدره قبل أيام قضى بتعين شخصية عسكرية في أركان المنطقة العسكرية الأولى بعد اعتراضات واسعة في حضر موت مسرح عمليات المنطقة العسكرية أصدر الرئيس اليمني قرارا جمهوريا جديدا قضى بتعين العميد يحيى محمد أبو عوجة رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الأولى قائدا للواء 35 مدرع وذلك بعد يومين فقط من إصداره قرارا جمهوريا قضى بتعين العميد أحمد حسين الضراب بالمنصب العسكري ذاته طريف الصحيفة شخصيات سياسية واجتماعية عديدة وخاصة في محافظة حضر موت احتجت ورفضت قرار تعين الضراب المتهم بالتورط في جريمة اغتيال الشيخ علي بن حبريش الحمومي التي قادت إلى احتجاجات شعبية حضرمية عارمة عرفت بالهبة الشعبية الحضرمية نهاية عام 2012 عالم ترامب وبوتن وخامنئي وشن جن بينغ تحت هذا العنوان كتب المفكر العربي برهان غليون مقاله في العراب الجديد وقال الكاتب كان الامل كبيرا في بداية الثمانينيات ان تكون نهاية الحرب الباردة برصة تاريخية وربما الاخيرة لتدشين مسار جديد للبشرية التي انهكتها الحروب والنزاعات القومية والاديولوجية ولفتح الطريق امام تعاون دولي يضمن الامن والحرية والعيش الكريم لجميع سكان المعمورة وعالت بالفعل اصوات عديدة مطالبة بتطوير منظومة الامم المتحدة التي شلتها الحرب الباردة من قبل وتعزيز قدراتها وصلاحياتها وتحويلها الى شبه ادارة دولية قادرة على ايجاد الحلول المتوازنة للنزاعات الدولية المقترحة واطلاق برامج اصبحت اكثر من ضرورية للرد على تحديات ومعالجة مشكلات البيئة ونقص التنمية في اكثر مجتمعات العالم والقضاء على الفقر ودعم جهود التربية والتقدم التقني والعملي لمليارات من البشر الذين لا يزالون مستبعدين منها على مستوى المعمورة باكملها ما حصل كان معاكسا تماما لذلك استغلت الولايات المتحدة تفردها بالقوة لاعادة ترتيب الاوضاع الدولية بما يعزز هيمنتها ونفوذها العالميين فخاضت حروبا عديدة كلها مدمرة في أفغانستان والعراق وغيرهما فاقمت من المشكلات العالمية ثم ما لبثت روسيا أن ردت بالمثل بعد أن تحررت من أزمة الدولة السوفيتية بينما تكاد منظومة الأمم المتحدة تنهار من تلقاء نفسها بسبب عجزها المحزن عن القيام بأي دور لتخفيف المحنة عن الشعوب التي تتعرض لإبادة حقيقية صحيفة الاتحاد الإماراتية ذكرت أن الجيش اليمني أعلن مقتل سبعة عشر عنصرا من ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية في معارك عنيفة في مدينة ميدي الساحلية التابعة لمحافظة حج الحدودية مع السعودية وقال في بيان لقيادة المنطقة الخامسة إن قواته واصلت تقدمها في هذه الجبهة بدعم من غرات التحالف العربي التي تمكنت من تدمير ألية للحوثيين قتل فيها مسؤول التموين عبد السلام الشيبة وعدد من مرافقي كما اتدمرت مدفعا في منطقة جنوب المدينة ومن الأخبار العالمية عنوان لصحيفة الحياة اللندنية والتي قالت ترامب يختار أمريكية من أصول هندية سفيرة في الأمم المتحدة دونالد ترامب اختار حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية الشابة نايكي هالي لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وفق ما أعلنه مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب تقول الصحيفة نايكي هالي وهي عمرها 44 سنة هي ابنة مهاجر من الهند وبذلك أصبحت هذه النجمة الصاعدة في الحزب الجمهوري أول امرأة تعين في إدارة ترامب وقال البيان إنها واحدة من الحكام الذين يلقون أكبر الاحترام في البلاد تضيف الصحيفة ربما يكون الهدف وراء اختيار هالي تبديد تأثير تصريحات ترامب المثيرة للانقسام المتعلقة بالمهاجرين والأقليات أثناء حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاز فيها على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون إلى صحيفة القدس القدس العربي ورد فيها في صفحتها الأخيرة الخبر الأكثر اطلاعا الصين تقول مليون براءة اختراع في عام واحد قالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة إن الصين تقود نمو الابتكار على مستوى العالم لتصبح أول دولة تقدم مليون طلب براءة اختراع في عام واحد أضفت إن المبتكرين الصينيين قدموا معظم طلبات براءة الاختراع لعام 2015 في مجال الهندسة الكهربائية التي تشمل الاتصالات تليها تكنولوجيا الكمبيوتر وأجباه الموصلات وأدوات القياس بما في ذلك التكنولوجيا الطبية قال فرانسيس جير المدير العام للمنظمة قال الأرقام الصينية مذهلة للغاية هذا أول مكتب براءة اختراع في العالم يتلقى أكثر من مليون طلب ذكر جيري أن هناك زيادة بطيئة وتدريجية في التطبيقات الصين لبراءة الاختراع العالمية وأضف أن الصين بصدد تحويل الابتكار إلى نقطة محورية من استراتيجيتها الاقتصادية لا أتفق كثيرا مع الكتابات المتشائمة واليائسة أو تلك التي تسعى للتقليل من حاضر الدول والشعوب العربية وإدانة حصاد كفاحاتها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية هكذا بدأ فيصل عابدون مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتب الذين يبدون إعجابهم بالنهوض الصناعي والتقني المذهل لألمانيا واليابان بعد الدمار الذي لحق بهما في أعقاب الحرب العالمية الثانية ثم يصيمون الشعوب والدول العربية بالفشل لأنها عجزت عن تحقيق طفرة مماثلة يجب أن يذكروا أيضاً أن ألمانيا كانت واحدة من دول العالم العظمى قبل دخولها الحرب كما هي الحال مع اليابان أيضاً وأن الجانب الأعظم من النجاح تم تحت رعاية المباشرة للولايات المتحدة الإمبراطورية الكونية الناهضة وبقية الدول الغربية ذلك أن ألمانيا واليابان يمثلان جزءاً لا ينفصل من المنظومة الإمبراطورية التي تحكم العالم في مرحلته التاريخية الجاهنة وهذه واحدة من حقائق التاريخ الثابتة التي لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها فالإمبراطوريات تظهر ويشتد عودها ثم تتفكك وتندثر ويظهر غيرها وكذلك الأمر مع الحضارات والأمم الشعوب العربية اليوم ليست في بؤرة الحضارة لكنها لم تمت ولا تحطمت إرادتها ولا طالتها الهزيمة النفسية والمعنوية فمن بين أبناء الشعوب العربية فائزون بأرفع التقديرات في حقول العلوم والفكر وفي مجالات العمل الإنساني وغيرها وفي خلال السنوات الخمس الماضية أظهرت الشعوب العربية عنفواناً فائقاً وقدرة مذهلة على الحياة والكفاح ولتزال الأرض العربية تحتضن مفاجآت تنتظر توقيتاتها الملائمة إن الشعوب العربية مفعامة بالحياة وزاخرة بالحيوية وهي تحتاج إلى الدعم وتعزيز الثقة ولا تستحق الإدانة إلى هنا تنتهي الأقلام في كشك الصحافة وتبدأ الفرش السياسية نتابع سوياً الكاريكاتور مشاهدة منتعة وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه مشاهدة منتعة وحتى أمان الله وحفظه مشاهدة منتعة وحتى أمان الله وحفظه